السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اخواني الكرام ان شاء الله تكونوا بصحة طبعا اليوم معنا حذيفة ابني احب انه يشارك معنا وقرر انه يطلع معنا بالفيديو اخواني بس بدي افاهمكم انه الفيديوهات القادمة ان شاء الله فيديوهات مهمة وحب انبهكم انه تركزوا كويس فيها وتحفظوا اغلب المعلومات اللي فيها تحفظوها بشكل جيد وتحاولوا تطبقوها على محركات لانه هاي المواضيع مهمة جدا جدا وكمان بدي اذكركم ما تنسوا الاشتراك في قناتنا الجديدة اللي هي مشغل جلال كعربائي فيديوهات طويلة رح يكون فيها نشر مواضيع متنوعة ومتعددة طبعا رح ابلش انا نشر فيها بشكل منتظم بعد ما يصير عدد المشتركين او المتواجدين يعني عدد مقبول ان شاء الله وكمان لا تنسوا الانضمام من القروب مشغل جلال كعربائي على الفيسبوك وكمان متابعة صفحتنا مشغل جلال كعربائي حسن ابو عبد الرحمن على الفيسبوك وجميع الروابط بتلاقوها اسفل الفيديو ما بدي اطول عليكم ان شاء الله ننتقل الى الفيديو التالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اخواني الكرام ان شاء الله انكم تكونوا بخير وصحة وسلامة متابعة لموضوع فيديو الامس اللي هو انا بعتبره صراحة اهم موضوع في مهنة لف المحركات وهو موضوع معرفة تحديد عدد اقطاب المحرك ومعرفة ترتيب التسقيت واين توجد كل مجموعة في المحرك وهل المجموعات متجاورة او متباعدة بالتالي اذا عرفنا هذا الكلام نستطيع نعرف توصيل الداخلي للمحرك فاذا احنا عرفنا هذا الكلام كله يعني ما بقي في المحرك الا انه نسقط في الاسلاك وانتهى الموضوع اذا احنا عرفنا كل هذا الكلام فما ضل اشي بالمحرك فلذلك انا بصراحة بعتبره انه هذا الموضوع بالذات يعني سبعين الى ثمانين في المية من المهنة فاذا انت عرفت المحرك كم قطب بمجرد النظر يعني عرفت كم قطب وعرفت انه مجموعاته متجاورة او متباعدة بالتالي انت عرفت التوصيل التوالي بينهم فما بقي شيء في المحرك فقط انه بدنا نسقطه يعني والباقي عرفنا فهذا الموضوع بصراحة مهم جدا 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 اه لذلك انا بحاول اركز عليه في الفترة الماضية وراح اركز عليه في الفترة القادمة كمان يعني انا بصراحة ما بدي تملوا من هاي الفيديوهات اللي هي تبعت معرفة ترتيب الاقطاب او عدد الاقطاب لاني راح انزل فيديوهات اخرى بنفس الموضوع لاهمية الموضوع يعني انا بس انزل فيديو او اكثر من فيديو لنفس الموضوع هاي اشارة على انه هذا الموضوع مهم مهم جدا فانا ان شاء الله راح انزل كمان فيديوهات لكن ممكن طبعا عدد اقطاب مختلف اه لكن راح ارد انزل واشرح موضوع الاقطاب التأثيرية والاقطاب الحقيقية المتباعدة والمتجاورة وكيف نعرف ترتيب الاقطاب وكيف نعرف ترتيب تسقيقها طيب خلونا نبدأ بدناش نطول بالفيديو عندي انا هذا المحرك اللي هو المحرك اللي بالفيديو حكينا عنه بالامس اللي هو ست اقطاب ست اقطاب وطبعا قلنا اقطاب متجاورة وسرعته الف دورة طبعا انا رسمت الرسم هاي اه كان الاصل لازم انا ارسمهم بلون واحد على اساس انه ما نعرف احنا ترتيب الاقطاب لكن رسمتهم هيك قلص قدر الله ومشو افعل المهم احنا بنمشي بنفس الطريقة اللي حكيت لكم عنها مبارح اللي هي واحد اثنين ثلاث واحد هاي الطريقة هي السر في معرفة عدد اقطاب هي السر في معرفة عدد اقطاب المحرك اذا احنا فهمنا هاي الطريقة رح نقدر نحدد اقطاب اي محرك بمر علينا او بنشوفه طيب احنا الان عندنا هذا المحرك ستة وثلاثين مجرى وهي الاقطاب كلها نازلة او المجموعات كلها نازلة اه بدنا نحدد عدد اقطاب هذا المحرك احنا اول اشي بنحدد مجموعات كل فاز اه قبل ما نحدد مجموعات كل فاز او كيف الطريقة بنعد المجموعات الموجودة في المحرك عمل مجموعات ونقسمها على ثلاثة الي هي 3 فاز بما ان المحرك 3 فاز نقسمها على ثلاث فاز نقعد المجموعات واحد اثنين ثلاثين 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 ستي ستي ستة ستة سبطاش ثمنتعش إذن إحنا عنا 18 مجموعة طبعا منقسمها على 3 فاز وبطلع عنا الجواب 6 مجموعات في الفاز إذن إحنا عنا 6 مجموعات بالفاز عنا 6 مجموعات بالفاز وزي ما أنتم شايفين طبعا المجموعة هي عبارة عن ملف 1 تمام إذن إحنا عرفنا إنه 6 مجموعات في كل فاز والمجموعة عبارة عن ملف 1 طيب الآن بدنا نحدد وين مجموعات الفاز وين مجموعات الفاز موجودة على أساس إنه نعرف إنها متجاورة أو متباعدة وبالتالي نعرف التوصيل حكينا زي ما حكينا بنستخدم طريقة الواحد اثنين ثلاث واحد طبعا المقصود في واحد هون اللي هو الفاز الأول مقصود في اثنين الفاز الثاني ثلاث الفاز الثالث وطبعا هاي بنرجع للفاز الأول إذن بنبدأ بالفاز الأول الفاز الثاني الفاز الثالث وبنرجع للفاز الأول ليش؟ لأن هذا هو ترتيب كل المحركات كل المحركات ترتيب تسقيطهم بكون مجموعة للفاز الأول بعدها مجموعة للفاز الثاني بعدها مجموعة للفاز الثالث بعدين بنرجع من عيد من أول مجموعة للفاز الأول مجموعة للفاز الثاني مجموعة للفاز الثالث بعدين مجموعة للفاز الأول مجموعة للفاز الثاني مجموعة للفاز الثالث وهكذا فإذا إحنا عنا مجموعة للفاز الأول مجموعة للفاز الثاني مجموعة للفاز الثالث وبنرجع للمجموعة للفاز الأول وبهاي الطريقة بنقدر نحدد إحنا مجموعة للفاز الأول الأولى وينها ومجموعة للفاز الثاني أو المفاز الأول الثانية مجموعة الفاز الأول الثانية وين هي موجودة طيب الآن نبدأ من المجرى الأول هذا طبعا نحكي زي ما حكنا 36 مجرى هذا المجرى رقم واحد نجعلها نحكي هاي المجموعة الأولى هاي واحد طبعا بكون في داخلها لازم يكون في داخلها طرف المجموعتين من الفازين الآخرين يعني طرف للمجموعة من الفاز الثاني وطرف للمجموعة من الفاز الثالث فنبدأ نعد نقول هاي واحد هاي مجموعة الفاز الثاني نقول عنها ثنين هاي الأزرق مجموعة الفاز الثالث نقول عنها ثلاث ونمشي ونلاقي مباشرة مجموعة رجعنا للفاز الأول إذن نحكي عن الأحمر هنا واحد الأسود اثنين الأزرق ثلاث الأحمر واحد إذن الأحمر والأحمر مجموعات في نفس الفاز هاي ثنتين ومنرجع من عد من نفسها الأحمر نقول الأحمر واحد الأسود اثنين الأزرق ثلاث الأحمر واحد إذن هاي ثلاث مجموعات ومنرجع من عد منها نفسها الأحمر واحد الأسود اثنين الأزرق ثلاث والأحمر واحد هاي المجموعة الرابعة وبنعد من نفسه الأحمر من نفسه بنعد الأحمر واحد الأسود اثنين الأزرق ثلاث والأحمر واحد اللي هي المجموعة الخامسة وبنعد منها نفسها الأحمر واحد والأسود اثنين والأزرق ثلاث والأحمر واحد هاي المجموعة السادسة طبعا إحنا لما نعد بنعد من المجموعة الثانية اللي ماشي بنفس الاتجاه ما بنعد من الاتجاه المعاكس يعني مثلا إحنا خلونا نقول مثلا من هون بنعد من الأحمر ما بنقول هاي الأحمر واحد الأسود هذا اثنين لا لأنه هذا جاي من الاتجاه المعاكس لاحظوا هاي المجموعة من رايحة للجهة الثانية بدنا نمشي إحنا نعد المجموعات اللي ماشي بنفس الاتجاه اللي ماشية بنفس الاتجاه ما بنعد هذا الأسود لأنه هذا الأسود اتجاهه عكسي جاي من الاتجاه العكسي من اتجاه الشمال احنا ماشيين باتجاه اليمين فبنعد المجموعات اللي بالاتجاه اليمين فعشان يك بنقول هذا واحد الاحمر هاي الاسود ماشي بنفس الاتجاه فبنقول عنه اثنين الازرق هذا تجاهه عكسي لاحظوا اتجاهه عكسي ما بنعده بنعد الازرق اللي هون لانه اتجاهه بنفس اتجاه الاحمر والاسود ماشي فبنقول عنه ثلاث وبنمشي ونجي هنا ونلاقي الأحمر هاي المجموعة اللي بنعدها ما بنعدها طبعا بنلاقي الأحمر الثاني ماشي بنفس الاتجاه فبنعده فإذا إحنا بنبلش نعد أو بنبدأ نعد كله بنفس الاتجاه ما بنعد اللي بالاتجاه المعاكس يعني ما بنحسب المجموعة اللي جاي إن الاتجاه المعاكس ما بنعدها إحنا بنعد اللي ماشيات في نفس الاتجاه فهي هاي فإحنا قدرنا نحدد هنا إنه ست أقطاب في الفاز ست أقطاب في الفاز إن شاء الله أنها تكون واضحة ولا تنسوا زي أغصيكم دائما وبوصي نفسي لا تنسوا صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته